أفنى عمره في الوظيفة الحكومية قبل إحالته على التقاعد إنه الحاج عبد الله الذي تجاوز عمره السبعين عاما شاب شعره وهو يعمل في شركة حكومية لحفر آبر نفطية وها هو يصبح ضحية الخلافات السياسية بين بغداد وأربيل بضعة أشهر فقط من كل عام هو ما يتسلمه من مرتبه التقاعدي بسبب توقف صرف رواتب موظفي ومتقاعد إقليم كردستان وما يتسلمه لا يصد ثمن علاجه هاي الفلوس اللي هسأل ما أدري نطلب من هاريم كردستان يقول يوم بغداد بغداد يقول يوم هاريم كردستان وبينما من التقاعد موالتنا ماخدين 16 راتب يعني 16 راتب تقاعد ما مسلمين يعني كل سنة يتقدم يتقدم ثلاثة أشهر أربعة أشهر ثلاثة أشهر يصير كومو عليهم بعدين ما ينطعن تفاقم الوضع في السليمانية حتى باتت تشهد المدينة إضرابات واسعة واحتجاجات على عدم صرف الرواتب يحمل المتظاهرون والمضربون حكومتي بغداد وأربيل مسؤولية تردي أوضاعهم في حين يعزوا مراقبون الأمر إلى خلافات أكبر حزبين في الإقليم هناك خطابين سياسيين أكيد هناك خطاب مختلف في كل الطرفين من جانب الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي فهذا قد يضعف موقف إقليم كردستان في بغداد أيضا فأكيد سيكون الخطاب الثاني في المظاهرات أن يتوحد الخطاب الكردي وخطاب الإقليم إقليم كردستان تجاه المفاوضات في بغداد وتبادلت أربيل وبغداد مجددا خلال اليومين الماضيين التهم بشأن ملف رواتب موظفي الإقليم بغداد قالت إن أربيل لم تسلم إيراداتها الاتحادية لخزينة الدولة عملا بما منصوص عليه في قالون الموازنة الاتحادية وردت أربيل بالقول إنها تنفذ ما عليها لكن بغداد تتنصل عن الاتفاقات المبرمة بين الطرفين ضمن اتفاق تشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني أزمة الرواتب في مدينة السليمانية أثرها أعمق مما في بقية مدن إقليم كردستان فالمدينة اقتصادها محدود وغير متنوع ما يفاقم المعاناة الإنسانية تجرأ غياب القدرة على تأمين متطلبات الحياة اليومية يوسف الحسيني الحرة السليمانية